في الأزمة الروسية الأوكرانية اعتبر الكريملين أن وصول فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية وتمكنه من بدء تفتيشها اعتبره أمر إيجابي رغم أنه لا يزال من المبكر جدا تقييم النتائج وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه أمر إيجابي أن يكون الوفد قد وصل وبدأ العمل رغم الصعوبات والمشاكل قال مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا لوكالة رايا نوفستي للأنباء إن اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقيان في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بشكل دائم وأوضح المبعوث الروسي أن هناك بعثة من الوكالة حاليا في المحطة وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس إلى ذلك قال رئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية هي مهمة على الرغم من الصعوبات التي وجهتها بسبب الوجود الروسي في الموقع وذكر زلنسكي أن بلاده فعلت كل شيء لضمان وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا معفقدا أن هذه المهمة قد يكون لها دور قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائل جروسي إن سلامة منشآت محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا تعرضت للخطر لعدة مرات وعبر عن قلقه إزاء الوضع هناك وجاء تصليح جروسي بعد قضائه ساعات في المحطة أمس رغم إطلاق النار الذي قال إنه كان قريبا بشكل يدعو للقلق وسيعود جروسي وفريقه من الخبراء الدوليين اليوم عبر خطوط المواجهة لتقييم الأضرار المادية في أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا لا تزال محطة زابوريجيا للطاقة النووية تتصدر الأخبار باعتبارها أحد العنوين الرئيسية البارزة للأزمة الأوكرانية في وقت تواصل فيه موسكو وكييف تبادل الاتهامات بشأن المسؤول عن القصف الذي تتعرض له المحطة أحدث التطورات في قضية المحطة النووية الأكبر في أوروبا جاءت بزيارة باثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة مدير عام الوكالة رافييل جروسي للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأضرار وسط مخاوف كبيرة من حدوث كارثة نووية تهدد القارة العجوز جروسي الذي امتدت زيارته للمحطة لعدة ساعات أكد أن باثة الوكالة أجرت تقييماً أولياً للموقف داخل المحطة النووية مشيراً إلى أن سلامة محطة زابوريجيان تهكت مراراً وفي هذا الإطار أعلن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية أن بعض خبراء الوكالة سيبقون في المحطة بعد مغادرة البعثة لافتاً إلى أنه سيظل قلقاً حتى يصبح الوضع في المحطة أكثر استقراراً وأكثر قابلية للتنبؤ بتطوراته من جانبها طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في السادس من سبتمبر الجاري لمناقشة القصف الذي تعرضت له محطة زابوريجيان والاستماع لنتائج زيارة باثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي إذن أحداث سريعة وتطورات متلاحقة حول المحطة التي تشكل خطراً كبيراً على أوروبا وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصفها وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه الأيام القادمة اتهم وزير الدفاع الروسي سرديش ويدو اتهم كيف بارتكاب إرهاب نووي مشدداً على رفض بلاده اتهمات أوكرانيا والغرب بشأن نشر أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا النووية من ناحية أخرى أعلن وزير الدفاع الروسي أن محاولات شن هجوم على محور ميكولايفا كريفو روج واتجاهات أخرى كبدته خسائر كبيرة وأكد وزير الدفاع أنه قد تم تحييد سلسة ألف من العناصر الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أضف شويجو أن القوات الروسية دمرت 174 مقراً للقيادة وهو تابع للقوات المسلحة الأوكرانية وأكثر من 600 وحدة سلح ثقيلة معظمها من إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا في أغسطس الماضي مؤكداً أن القوات المسلحة الروسية تواصل درباتها فائقة الدقة على أهداف عسكرية هامة في أوكرانيا قالت وزيرة الدفاع البريطانية أن الجزء الجنوبي من أوكرانيا ما زال يشهد قتالاً عنيفاً مشيرة إلى أن القصف شمل منطقة إنرهودار بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة الأوية وشككت الدفاع البريطانية في إعلان روسيا مشاركة 50 ألف جندي في منوراتها العسكرية الاستراتيجية شرق البلاد مشيرة إلى أنه من المستبعد أن يشارك أكثر من 15 ألفاً هذا العام وبدأت موسكو في الأول من سبتمبر الجاري منورات عسكرية تحمل اسم تدريبات فوستق والتي ستنتهي في الخامس من سبتمبر الجاري أكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دوريفيار أنه تم توديه الدعوة إلى روسيا وأوكرانيا لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا والمقررين عقاده في 22 من سبتمبر الجاري على المستوى الوزري وأوضح كذلك ريفيار الذي تتولى بلاده رئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في شهر سبتمبر أنه تم تدعوة جميع وزراء خارجية دول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمن فيهم الوزير الروسي مشيرا إلى أنه تم تخصيص الاجتماع لبحث الأزمة الأوكرانية كما أكد المبعوث الفرنسي أن اجتماع مجلس الأمن تبالي الأمم المتحدة بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية والذي طلبته روسيا سيعقد في السادس من سبتمبر الجاري أعلن وزير الخارجية المجارية فيتر سيارتو أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى إضعاف كارثي للاتحاد الأوروبية مشيرا إلى أن قادة الاتحاد لم يستطيع منع ذلك وفي كلمته خلال مؤتمر البلقان المفتوحة والمنعقد في بلجراد قال سيارتو أن النزاع الأوكراني وتأثيره الاقتصادي وأزمة الطاقة المدمرة أدت إلى إضعاف كارثي لأوروبا والاتحاد الأوروبي وأشار إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من حماية الناس في أوروبا من دفع فواتير الحرب التي لا يتحملون أي مسؤولية عنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم مجددا في نشرة السالسة ومزنة مع الأزمة الأوكرانية حيث قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي أنه حان الوقت لوضع سقف لسعر الغاز الروسي المتدفقي إلى أوروبا وفي المقابل أشار بيان صدر عن كريملين أن روسيا ستزود النفط فقط للدول التي تلتزم بقواعد السوق العالمية مضيفا أنه إذا تم وضع سقف لسعر النفط الروسي سوف يزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية صرح رئيس مجلس الدومة الروسي فياشيسلاف بولودين بأن أمن الطاقة في أوروبا بدون روسيا هو أمر مستحيل وقال في تصريحات إن رؤساء الدول الأوروبية يحتاجون إلى رفع العقوبات وإطلاق خط أنبيب نوردستريم إسنان وإلا فإنهم سيعقدون حياة موطنيهم بشكل أكثر وضف أن دولا أوروبية اشترت في العام الماضي سلس مئة وواحد واربعين مليار متر مكعب من الغاز منها ما يقرب من خمسين بالمئة من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب وشدد كذلك على أن العقوبات التي تستهدف روسيا أدت إلى أزمة طاقة في الدول الأوروبية التي بادرت إليها طلبت السفارة الروسية في واشنطن الولايات المتحدة بالتوقف عن فكرة فرد سقف لسعر النفط الروسي على دول أخرى لأنها تزيد من مخاطر انهيار السوق وقالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان لها أنه بعد أن حصلت الولايات المتحدة على دعم الجهات المطبعة في مجموعة السابع بدأت الإدارة الأمريكية في استخدام الحيل وأحيانا الابتزاز لفرض آلية تحديد سقف لسعر النفط الروسي قالت الرئيسة التنفيذية لشركة انجي الموارد الرئيسي للغاز في فرنسا كاترين ماك دريغور قالت إن قطاع الطاقة في أوروبا يمر بأزمة استثنائية وأضافت أن الأحداث الحالية التي تشكلت في المقام الأول بسبب خفض الواردات الروسية وتحول المطلوب نحو الطاقة الخضراء تمثل نقطة تحول مضيفة أن رسالة لا تدال في استهلاك الطاقة تظل مهمة للغاية يأتي هذا في وقت يتصاعد فيه خلاف حول إمدادات الغاز بين إنجي وغازترون هذا الأسبوع مع استعدادات الشركة الروسية لوقف جميع عمليات التسليم للمتعهد الفرنسية وأرجعت ذلك إلى عدم الالتزام بسداد المدفوعة إلى ذلك كشف مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا عن سبات مستمر لمستوى الضخف الأنبيب من روسيا عبر أراضيها إلى دول الأوروبية وأصدرت الشركة المشغلة لخطوط أنبيب نقل الغاز في أوكرانيا بيانا رسميا جاء فيه أن ضخ الغاز الروسي عبر أنبيب الشركة الأوكرانية مستمر وثابت ويبلغ نحو 42.4 مليون متر مكعب يوميا مشيرا إلى أنه تم تعليق شحنات الغاز الروسي عبر نورسترين الطريق الرئيسي لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا بالكامل لمدة ثلاثة أيام وذلك بسبب بدء الإصلاح قال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية أليكزاندر تينشاك قال إن الأمريكيين والأوروبيين يعرقلون تزويد السوق العالمي بالغذاء وأضف كذلك أن الأمريكيين والأوروبيين يواصلون نشر أخبار زائفة في وسائل الإعلام مفادوها أن روسيا أثارت جوع العالم وأنه وهب أن روسيا ستوصل تنفيذ التزامتها التي تعهدت بها في مجال إمدادات الغذاء إلى إفريقيا والشرق الأوسط على الرغم من القيود الغربية مؤشيرا إلى أن التطبيع الكامل للوضع في هذا المجال يتطلب رفع كفاءة قيود النقل والتأمين المفروضة على التصدير الروسي وضمان المدفوعات الحرة أكدت وزارة الخارجية الروسية أن توريد الحبوب الروسية إلى دول الشرق الأوسط لم ينقطع على الرغم من العقوبات الغربية وأشار مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية الروسية ألكزاندر ريتينشاك أشار إلى وجود اتجاه في الأزمة الأخيرة نحو زيادة مضطردة في أحجام الإمدادات إلى الشرق الأوسط مبينا أنه بسبب القيود المفروضة من الدول الغربية كان لابد من تعديل أليات التصدير ولا يزال بعضها قيد إعادة التشكيل ترجمة نانسي قنقر